موسيقى شمعون بيريز بطل مزارة قانا التي تناثرت فيها أشلاء مئات المدنيين اللبنانيين أواسط التسعينات من القرن الماضي أثار رحيله أسا وحسرة في قلب وزير خارجية البحرين الذي رثاه بكلمات تقطع نياط القلوب فشمعون بيريز صديق مقرب لعائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين والتي اعتاد رموزها على الاجتماع به وليل عهد سلمان حمد الخليفة اجتمع ببيريز على هامش مؤتمر دافوس في العام 2000 ثم عاد والتقاه على هامش اجتماعات مبادرة كلينتون العالمية في العام 2006 حيث أكر سلمان في تلك اللقاءات على أهمية التعاون مع الدولة العبرية بالعام 2009 نقل الصحيفة القدس العربي عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شمعون بيريز ووزيرة الخارجية سي بي ليفني التقي بشكل سري في نيويورك حاكم البحرين حمد الخليفة وثائق ووكيليكس كشفت عن الدوافع الكامنة وراء تلك اللقاءات والتي كشفها حمد الخليفة بقوله إن إسرائيل قادرة على الدفاع عنها في مواجهة إيران والعلاقات العلنية معها ليس سوى مسألة وقت وأما الدافع الآخر وهو ما كشف عنه المستشار السابق في الديوان الملكي في البحرين صلاح البندر في تقريره الشهير ألا وهو استنساخ النموذج الإسرائيلي في الاستيطان لعجل تحويل البحرانيين إلى أقلية في بلادهم فلا عجب أن يدعو خالد الخليفة لبيريز أن يرقد بسلام فلقد علم عائلته الطريقة المثلى لاحتلال بلاد وتحويل أهلها الأصليين إلى غرباء في أوطانهم موزير خارجي أشكرا يجتمع مع منظمة إرهابية يهودية يقول لنا لتحلم عن الإرهاب هذه الإرهاب حقيقي